كشف نائب رئيس لجلة النقل والاتصالات النيابية إبراهيم ميراني عن أن المشكلة بين شركة كوراك تيليكوم وهيئة الإعلام والاتصالات ستحل خلال أيام وأكد ميراني أن مشتركي كوراك تيليكوم سيتمكنون قريبا جدا من الاتصال بالشركات الأخرى موضحا أن الترابط البيني بين كوراك وشركات الأخرى كان يفترض أن يعاد قبل ذلك لكن الهيئة امتنعت قائلة أنها ستضطر إلى قطعه مجددا في حال عدم التواصل إلى تسوية ونويا إلى أن لجنته ساهمت في التواصل إلى حل ما بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كوراك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة